بالنسبة لبقى الأخبار الحلوة شوية لان احنا كنا اتكلمنا قد ايه في ضغوطات والواحد نفسه ان هو يبقى في جدول منظم والواحد يبقى يراعي شوية برضو النادي الاهلي ان هو بيشارك في اكثر من بطولة لاتحاد الافريقي لقرة القدم الكاف استقر على تأجيل هنا بعد مباريات الاهلي في دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقي اعتقد ان ده خبر كويس جدا عشان طبعا مشاركة الاهلي في كاس العالم للاندي المفروض قامتها هتكون في المغرب بداية من فبراير المقبل ان شاء الله نسافر بقى يا سلاح اه انا حتى في المجموع الموضوع ده يا سلاح it's time لازم الاهلي طبعا في المجموعة الثانية زي ما حضراتكم عارفين من مجموعات دوري ابطال افريقي هيكون مع سان داونز وطبعا الجنوب افريقي والهلال السوداني والكوتن الكاميروني ووفقا هنا لشبكة افريكان فوتبول الكاف بيدرس تعديل موعد مباراة الاهلي امام الكوتن الكاميروني ده اللي هيكون في الجولة الاولى من دور المجموعات واللي كان مفروض مقارن لها يوم او يومي 11 و 10 فبراير 20-23 في القاهرة هتقام مفروض احد ايام بقى يعني 3 او 4 مارس 20-23 برضو اعتقد ده خطوة جيدة اضافت الشبكة كمان ان التعديل حيتضمن مواجهة الاهلي و سان داونز لحساب الجولة التالتة واللي كان مقارن لها يعني احد يومي برضو لسه مكتمش الاختيار يوم منهم 24 او 25 فبراير ده هيكون في القاهرة عشان تقام احد يومي 10-11 مارس كده دي الابديتس الاخيرة اللي بنقول لحضراتكم بالتواريخ الاخيرة اللي بنقول لحضراتكم اكيد حيتب الاعلان خلال الايام حيحددوا بقى الايام بالزبط خلال الايام اللي جاية بس كلنا منتظرين مشاركة الاهلي اكيد في كاس العالم للاندية و لازن الله ان شاء الله تكون مباراة او مباريات ممتعة و كلنا اكيد ورا فريقنا في اي مكان بيروحوا باذن الله يحسد المزيد من البطولات لان هو يعني يستحق ذلك وهو عمل ده قبل كده والتاريخ بتاعه بيقول كده فواثقين في لعبتنا بس مهم يا كريم قبل ما نروح برضو الاخطاء المشاكل الصغيرة اللي عندنا هتم تداركها الواحد مش عايز يبقى تفرج علماتش يلاقي الفرقة بتاعته بتلعب شكل كبير جدا ومسيطرة لكن بتروح من هنا جول واثنين جول واثنين دول ممكن يفرقوا بشكل كبير جدا في بطولة بعد كده طبعا طبعا وخصوصا نحن نتكلم على كاس العالم للاندية يعني بطبيعة الحال حنلعب فرق مستوياتها مش سهلة بأي حال من الاحوال مدارس كروية مختلفة فأكيد إن شاء الله بس يعني ما عندناش زر التشاكف إن الأهلي قدهوا قدود وإن شاء الله كمان المرات دي بقى يعني نتكلم بقى ميداليا فضية ميداليا دهافية إن شاء الله ربنا يستحي الأحوال بإذن الله